اشتركوا في القناة اتكلم عن التشكيل المتوقع لمنتخب سوريا امام ايران وامام منتخب الامارات اول شي خلينا نبلش شوي شوي اخوان بالنسبة للحراس اعتقد انه بهذا المعسكر سيتم اختيار الحارس الاساسي لمنتخبنا الوطني في مباراة الايران والامارات اما ابراهيم عالمة او لياس هدايا علما ان الكابتن نزار محروس تدعى خمس حراس ومبراهيم عالمة وطاها موسى وعبداللطيف النعسان ويزن عرابي ولياس هدايا الشي المحزن بهذا القائمة اخوان هو غياب صخرة منتخبنا احمد الصالح واعتقد ان بديل احمد الصالح سيكون اما جهاد البعور او يوسف محمد بجانب صخرة منتخبنا الثاني عمرو الميداني الذي تم استدعاهه بشكل رسمي الى قائمة النسوط والقائمة هاي اخوان تثبت لنا ان اللاعب محمد عثمان تم استدعاه ايضا فنكون نحن بهاي الحالة ما شاء الله تقريبا كاملين الصفوف اذا لم يحصل لعقيدنا اي مكروض الف سلامة للعقيد طبعا اما اذا بدنا نتكلم عن المحترفين فهناك عبدالرحمن ويس وخليل الياس ولياس هدايا وبهذا يكون الاتحاد العربي السوري لكرة القدم قد وفى بوعده قال انه سيتواجد ثلاث محترفين في المباراة القادمة امام ايران وههم الويس والياس وهدايا على مطلع قائمة منتخب سوريا خطوة جميلة جدا 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 تحسب للاتحاد العربي السوري لكرة القدم اما بالنسبة لعمر السومة فعمر السومة استدعي ايضا الى المعسكر في قطر وممكن هذا الشي بشرنا بالخير يا اخوان اذا شوي حركنا مخنا نستنتج من استدعاء عمر السومة الى قائمة نسور ان استدعاء عمر السومة الى منتخب سوريا يدل على ان السومة اصابته خفيفة باذن الله خاصة انه كان في تواصل بين عمر السومة والاتحاد الرياضي السوري البارحة فأتمنى أشد التمني وجود مرعب آسيا في صفوف منتخبنا آها هون جينا على الفقرة اللي كل العالم منتظرينها ما هي التشكيل المتوقع بعد صدور قائمة منتخب سوريا التي ستلعب أمام المنتخب الإيراني والمنتخب الإماراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم نبتدي بالتشكيل المعتادة واللي على طول يلعب بها منتخبنا الوطني واللي هي 4-2-3-1 ونبلش بحراس المرمى يا أخوان أتوقع أنا عن نفسي أن أبراهيم علم رح يكون هو الحارس الأساسي لمنتخبنا الوطني أما قلبي الدفاع فأتوقع رح يكون عمرو الميداني وجهاد الباعور وإذا تكلمنا على الأظهر أتوقع أن الظهير الأيسر رح يكون مؤيد العجان والظهير الأيمن رح يكون اللاعب عبد الرحمن ويس الوافد الجديد إلى المنتخب السوري أما خط الوسط المدافع فأتوقع أنه يكون اللاعب خليل الياس إلى جانب إياز عثمان وممكن إياز عثمان يتقدم إلى الأمام قليلا يعني يلعب ارتكاز تقريبا ومع لعبه كلاعب ارتكاز أتوقع يرجع شوي ساند خط الدفاع أما نجي على الصانع الألعاب خلف المهاجم سيكون أعتقد اللاعب محمد عثمان أما الأجنحة هاي معروفة وما بدأ أي اثنين يتكلمون بها محمود المواس على اليسار وعمر خريبين على اليمين أما في المقدمة يا أخوان فسيكون إن شاء الله عمر السومة متواجد كراس حرب لمنتخبنا الوطني وإذا غاب لا سمح الله سيكون هناك علاء الدين الدالي أو شادي الحموي سيعوضون مكان السومة هذا كان فيديو اليوم أتمنى تكونوا ببسطة وأتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني أشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته